طيب انت بتقولي انا نادي القرن او نادي العالم معك وثائق تدل انك انت اكتسبت بطولات وسميت هذه الاوراق بنادي القرن لو اثبتت بهذه الاوراق ولم يوجد في قواعد البيانات وان انت لك الاسباقية فاسي الامر بنطلع لك العلامة وتبقى مسجلة باسمك يعني مثلا النادي الاهلي مسجل ما يقرب من 120 علامة 120 علامة نادي الزمالك مسجل ما يقرب من 80 علامة علامة تجارية لنادي الزمالك و120 علامة تجارية للنادي الاهلي اذا تيقن لنا ان ده هو اللوه الاسباقية في الطلب وفي التسجيل وما فيش تعارض ولم يعارضه احد عقب النشر في الصحيفة اذا فالعلامة تسجل للنادي اللي هو مين جالكم الاول اهل ولا زمالك خلي بالحضرتك ما ممكن نادي يجي الاول بس في تعارض فما طلعلوش التسجيل فممكن نادي يصبق الاخر في طلب التسجيل تمام بس الاقي نادي تاني نادي تاني فحصت الورق ودرست الحاجات اللي تقدمت ده ده احنا بقى خلاص يعني احنا قبق قوسينا وقدنا في البت في هذا الموضوع واسبيع شهور لا يعني انا بتصور بسا شهرين ثلاثة ونتهي من هذا الامر ونطلع باعلان من هو نادي القرن من هو نادي القرن بناء على ايه ايوا بناء على الاوراق وعدم تعارض وعدم تشابه واسبقية ووثائق نوضوع مش ساهل هتبقى حقيق في ناس بتتصور ان هي علامة وخلاص لا لا ده ليها اجراءات والاجراءات دي نظمها القانون وفي معارضات وفي اجراءات تقادي كمان ممكن حد يروح يشتكي في المحكمة الاقتصادية طب ناس كلها بتقول يعني ايها علامة لا العلامة ده ابل لوحدها شوف النهاردة قيمة شركة ابل في علامتها التجارية يبقى الاصل بتاعها ما عندوش مصانع ابل ده ما عندوش مصانع انما قيمته مش عايز اقولك الرقم تلاتة تريليون يعني ده قيمة العلامة احد البنوك سجل علامته لما بتيجي تفحص العلامة بيطلع لها قيمة وقيمة دا بتساوي كتير فالموضوع ما هواش وفي الناس اتلخبطت قالك طب هو النادي ده راح التموين والتجارة هو مال التموين والعلامات صحيح مش كده لا لان التموين فيها انشطة اقتصادية كثيرة من ساشة ان هي وزارة التموين والتجارة الداخلية ولديها جهاز للتجارة الداخلية كل نادي قدم الورق فكل نادي طلب التسجيل وقدم الاوراق وسيتم الفصل وسنعلنك ان البرنامج عند حضرتك يكون اول من يعلم عن من هو صاحب هذه العلامة ترجمة نانسي قنقر